ومن مقال اليوم ننتقل معكم لفقارتنا المخصصين كل يوم أربعة صحح خبرك ومعنا بالستوديو السيد فادي لهويدي صباح الخير صباح الخيرات صباح الخير فادي ايش الأخبار اللي عندك اليوم الخاطئة والمن صححة نعم في اليوم معنا ثلاث أخبار الخبر الأول اللي هو ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو كلام منسوب لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي بأنه يقول لا ضرورة للجهاد في فلسطين فما يحدث هو اختبار للمناظلين هناك أو المرابطين هناك ويجب تركيز الجهود على الجهاد في سوريا فقط حتى تتخلص من بشار الأسد في الحقيقة هو الكلام غير صحيح على الإطلاق طبعا الكلام المنسوب للقرضاوي نشرته صفحة تحمل اسم الجزيرة بس هي صفحة مفبركة وغير حقيقية غير تابعة للجزيرة نعم غير تابعة للجزيرة ونفى القرضاوي عبر حسابه أو عبر موقع الإلكتروني هذا الكلام نعم الخبر الثاني أيضا اللي هو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بعض المواقع الأخبارية بأن وكالة ناسا قالت بأن العالم أو الكرة الأرضية ستشهد قبل نهاية هذا العام 15 يوما من الظلام الدامس طبعا الخبر غير صحيح أيضا على الإطلاق وكالة ناسا لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص أو حتى أي مؤسسة مختصة بهذا الأمر لم تقل شيئا بهذا الأمر هي فقط شائعة انتشرة في 2012 و2013 وفي عام 2014 حتى هلأ في ناس يعني ماخدين الخبر بجدية وعن بستنوا يمكن هدول 15 يوم طبعا وكثير ناس شيروا هذا الخبر الفادي نعم انتشر بشكل كبير وفي ناس كثير معنى الخبر يعني بعيد عن المنطق وبعيد عن العلم أيضا كمان إنه غياب الشمس لمدة 15 يوم طبعا يعني خبر زي هيك يعني راح تلاقي كل وكالات الأنبال العالمية مهتمة فيه كل وسائل الإعلام مهتمة فيه يعني راح يوصل لكل كبير وصغير على سطح الأرض صح أكيد الخبر الثالث وهو ما تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قال المتداوله أنها تعود لإسراء العابد الفتاة الفلسطينية التي أطلق عليها الاحتلال الإسرائيلي النار طبعا الفيديو اللي انتشر بكثافة خلال الأيام الماضية في حقيقة الصورة أنها الصورة تعود لفتاة في أحدى مواقع التعارف والزواج ولا تعود لإسراء العابد يعني صور المناظلين والشهداء تحتاج في بعض الأحيان إلى بعد أخلاقي واحترام لشخصهم طبعا يعني هيك موضوع بده شوي دخليني أحكي أخلاق الواحد لما يداول هيك موضوع ما بصير نعم نعم صحيح فبس كمان هذا الخبر تداولوه بكثرة وممنيح أنه هلأ كمان نفنا وحطنا بفقرتنا لليوم شكرا كثير لألك هيك خلصوا الأخبار صح شكرا كثير لألك فادي لهويدي معنا من فريق صح خبرك وهلأ رح ننتقل معكم لفاصل بعد رح نكمل باقي فقرات هذا الصباح خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة